عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له وذلك بعد انتهاء زيارات رسمية لجمهورية كبرص كانت الزيارة قد استمرت لعدة أيام وعقد خلالها الفريق أسامة عسكر عدة لقاءات مع المسؤولين هناك وعلى رأسهم الرئيس الكبرصي ووزير الدفاع الكبرصي عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت لعدة أيام بجمهورية قبرص حيث اجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل من مصر وقبرص والتقى الفريق اسامة عسكر خلال الزيارة بالرئيس القبرصي نوكوس انستاسيادس وذلك بحضور وزير الدفاع القبرصي وقائد الحرص الوطني القبرصي حيث نقل له تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة كما نقل تحيات وتقدير الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي فيما اشاد الرئيس القبرصي بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكري المصري القبرصي في ضوء عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والتقى الفريق أسامى عسكر بالسيد خارلانبوس بتريدس وزير الدفاع القبرصي حيث أكد على ضرورة استمرار التنسيق بين مصر وقبرص لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين ومن جانبه أشار وزير الدفاع القبرصي على أهمية التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات بما يحقق الاستقرار في المنطقة كما التقى خلال الزيارة بقائد الحرص الوطني القبرصي وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون لسيما في المجال العسكري بين مصر وقبرص كما شهدت الزيارة عقد جلسة مباحثات بين الوفدين المصري والقبرصي تناولت عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أعقبها زيارة الفريق أسامى عسكر للنصب التذكاري حيث قام بوضع إكليل من الظهور على قبر الجندي المجهول تلاها زيارة لقيادة القوات البحرية القبرصية تضمنت جولة تفقدية لإحدى الوحدات البحرية القبرصية كذلك زيارة مركز البحث والإنقاذ القبرصي بالإضافة إلى زيارة قيادة القوات الخاصة القبرصية التي تكللها عرض تقديمي عن القوات الخاصة القبرصية وتنفيذ بيان عملي بوسطة عناصر القوات الخاصة القبرصية أعقبه المرور على معرض الأسلحة وأشهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الزيارة بالمستوى الراقي والإمكانيات المتميزة التي تمتلكها القوات المسلحة القبرصية بمختلف أسلحتها وتخصصاتها حضر اللقاءات والزيارات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية